السلام عليكم يارب تكونوا بألف خير وانا ليه هشتري منها القطعة بستين جنيه وانا بتمن قطعة واحدة بس اقدر اعمل صنية تكفي العيلة والاولاد ونعمل عليها كمان صهرة حلوة كده ولزيزة فيش اي حاجة صعبة عليك تقدر تنفيذيها في البيت وهيطلع معاك احلى تريلتش هتعمليها في البيت بجد كيكة الحليب اللي متسقية كده ومتشربة في الحليب بجد خطيرة تحسيها قد ايه هشة كده وخفيفة وطعمة ما تشبعيش منها ومن طعمها الجميل بجد تحفة تبارك الرحمن على بركة الله كده نشوف عملنا الكيكة تحفة دي ازاي كيكة الحليب التركي جد خطيرة تطلعي منها احلى جاتو احلى من الجاتو كمان سهلة كده وبسيطة تعملي الكيكة وتعملي الكريمة وكمان تزينيها بأي طريقة من الحاجات اللي احنا هنقترحها مع بعض وكمان الفكهة كتير متوفرة نبدأ بأهم حاجة نسمي الله ونصلي على رسوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وقالي وصحبي وسلم تسليما كثيرا كمان لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو علشان تخلي الكيك بتاعك ناجح جدا لازم ان ننخل الدقيق انا هنا معايا كوباية وربع من الدقيق ولازم نوحد الكوباية يا جماعة علشان الكيكة بتاعتك تطلع مزبوطة جدا تمام بعد كده حطيت عليها باكت كامل من الباكتينج بودر وكمان حطيت عليها ذرة بسيطة جدا من الملح وكده نخلنا المكونات الجافة مع بعضها والنهاردة هقدم لكم اسهل كيكة ممكن تعمليها ولا خلاط ولا مضرب كهربائي ولا اي حاجة بعد ما نخلنا المكونات الجافة حط هنا معايا كوباية لربع من السكر وكمان هحط معايا كوباية لربع من الزيت وطبعا السكر في الكيك ده اختياري تخليه كتير او قليل براحتك ولكن ده المقدار المزبوط بعد كده ما ضيفت كوباية لربع من السكر وكوباية لربع من الزيت معايا هنا ثلاث بيضات ثلاث بيضات لو حجم البيضة كبير واربع بيضات لو حجم البيضة صغير تمام كده وهضيف البيض زي ما هو كده على السكر وعدقيق وكمان على الزيت كل المكونات زي شمانتو شايفينها معايا كده اكيد طبعا هنحط فانيليا وهنا انا استخدمت الفانيليا السيلة ممكن تستخدمي البودر المتوفر عندك مفيش معانا اي مشكلة في البداية كده بقى بالمضرب السلك هبدأ بقى اخفق للمكونات دي لحد ما البيض يختفي وهنا معايا من كوباية لربع لكوباية من المياه حابة تستبدليها بلبن براحتك حابة تضيفي لبن بودرة كل ده براحتك خالص على حسب ما انت تحبي الليبي واذا حستي ان قوام الدقيق بتاعك او الكيكة بتاعتك تقيل بتزودي من معلقة معلقتين مياه او لبن حليب براحتك خالص وهنا طبعا لان السويل بتختلف على اختلاف الدقيق بتاعنا وده طبعا مشهد ممكن يحصل في اي بيت عادي ومع اي شيف ومع اي ست بيت مفيش اي مشكلة خالص المضرب بتاعنا فك ركبنا تاني وكملنا الشغل لحد ما اخدنا قوام الكيكة المزبوط زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة الامر دي فيش اسهل منها ولا احتاجنا مضرب كهربائي ولا احتاجنا خلاط ولا اي حاجة دي دي كيكة الاجداد يا جماعة كيكة الامهات الكيكة الاصيلة اللي كانت نجحة مليون 100 شايفين قوام الكيكة عملت زي امشي انت بس على الخطوات وحد الكوباية ونخل الدقيق وزبط الدنيا بتاعتك هتطلع تبارك الرحمن زي الفل طبعا الصينية اللي احنا بنكون دهنينها دهنة من الزيت او الزبدة بنكون مجهزينها قبل الشغل خالص وفي الوقت ده تحديدا ببدأ دلوقتي اشغل معايا الفرن الشعلة من فوقه من تحت لحد ما الفرن بتاعي يسخن بعد كده بدخل الكيكة بتقعد معايا في حدود من 30 ل 35 دقيقة ما تشغاليش الشواية الا اذا احتاجت ممكن تخلي الشواية على الهادي طبعا هنا انا بعمل بيعصية الشيش طوق كده علشان تخلي الكيكة بتاعتي طلع كلها مستوى واحد بطلع الكيكة وبستنها تبرد تماما بعد كده ببدأ اكمل باقي الشغل بتاعي تمام انا هنا دلوقتي هجهز الكريم شنطي وممكن تجهزي وتسيبيه في الفليزر معاكي هيطلع معاكي زي الفل حطيت كباية من الكريم شنطي الخام مع لقتين من السكر وتحطي كباية من الميا المتلجة ودي اهم حاجة وممكن تستبدليها باللبن المتلج براحطك خالص في الحاجات دي دي كلها اختياري يا جماعة تمام مش هتفرق معانا في الطعم كتير قوي ومش هتكون يعني احنا كده كده الكيكة عملناها بميا ولكن هنسقيها باللبن دلوقتي طلع معايا خطيرة شايفين الكيكة طلعت كده معايا وهو ده المستوى اللي انا عايزة واستخدمت الصينية لتطلع معايا المستوى ده بعد كده جبت عصاية شش توك كده او خلة او شوكة او حتى السكينة الصغيرة بتاعتك وتبدأ ان انت تعملي سقوب في الكيكة كده علشان نبدأ نسقيها بلبن محلب سكر تمام او بعسل اذا حبيتي وبعد كده هسيبها لما تتشرب خالص كمية اللبن دي شايفين زايد وفايد ما شاء الله تبارك الرحمن وده اصلا يعني هو ده المطلوب تمام ممكن تقليب الكيكة اذا حبيتي ان انت تقليبها تخلي الوش تحت والارضية فوق براحتك خالص انا هنا اشتغلت كده على طول وده الكريم شنطي اللي احنا جاهزنا مع بعض خدته كده بالاسباتولة فابدأ ان انا اوزعه وافرده على وش الكيكة زي ما انت شايفين حاجة كده مفيش اسهل منها حرفيا بجد وبتطلع معاك بجد اطعم من الجاتور كيكة التريلتشي او كيكة الحليب التركية دي من اسهل انواع الكيكات اللي تعمليها في البيت تحس كده انك عملت حاجة بنت ناس في نفسها كده حاجة فخمة بجد كانك شاريها من برا على فلك القطع برا بتتباع مثلا في اي محل حلواني من 60 ل80 جنيه على حسب بقى التزيين والاضافات اللي بتضاف ليها تمام ممكن تكون متضافة على طبق رز بلبن وتحط عليها كيكة التريلتشي دي وبتكون متزينة بالفواكه متزينة يعني حاجات كتير جدا تقدر ان انت تزينيها بها انها النهاردة بما ان المنجا متوفرة في السوق وراحتها ببصوا بتشد اللي ماشي في الشارع كده بتجذبه كأنها مغماطيس فجبنا منجا هبدأ ان انا اطعها بالطريقة السهلة دي وازين الكيكة بتاعت النهاردة بالمنجا ممكن تزينيها باي نوع فكهة تحبيه ممكن جدا جدا تعملي سوس كرامل وعملنا مع بعض كتير في القناة تعملي سوس كرامل وتحطيها على وش كيكة التريلتشي وهو ده اصل الكيكة وبعد كده بتزينيها بتطلع معاكي تحفة حرفين انا عملت المنجا بالطريقة اللي انشفتوها دي وطبعا كاي بيعين يعني بتشتري منهم منجا انت بتشوفي قدامك حاجة ولما تيجي تشتري الحاجة وتروحي البيت بتلاقي حاجة تانية خالص يعني انا شايفة المنجا جميلة كده وتحس ان هي منجا للأكل متمسكة وكمان شكلها حلو صفرة وجميلة تيجي تروحي البيت تلاقي نص المنجا بتاعك مستوي ولاي القوي لو لقيت المنجا مسكة نفسها وتحس كده ان هي يدوب يعني عايزة التاكل لا بتبقى كلها محتاجة العصير بعد كده فانا هنا قطعت المنجا بالطريقة اللي شفتوها وده معايا هنا ده شرباط على فكرة يعني ممكن تستغني عن خطوة دي خالص ولا نحتاج جيلي تلميع ولا نحتاج شرباط على وش المنجا المنجا مسكرة والكيكا بتاعتي وكمان الكريمة مسكرة فانت هنا طبعا هتتاكل في نفس اليوم فمش هتخافي خالص ان لون المنجا يغير معاك لكن دي لو هتهدي بها حد او هتقعديها عندي كيوم او اتنين في التلاجة فانت لازم ان تجيبي جيلي تلميع وتبدأ ان انت تحطي على وش الكيكا بتاعتك تطلع معاك مزبوطة جدا وكمان لون الفاك هلا انت هتحطيها مش هتغير ولا اي حاجة خالص انما لو هتتاكل في نفس اليوم اكيد طبعا مش هنحتاج للخطوات دي وشايفين شكل الكيكا وفتحات بتاعتها متشربة ازاي من اللبن الحليب اللي احنا ضفناه في الاخر كيكا غنية مشبعة لذيذة وخفيفة في نفس الوقت كده وهو الصيف محتاج ايه غير كده كيكا برده وساقعة وشوية فاكهة على وشها بتكون لذيذة جدا تحسي بقى ان انت عملت كده حاجة انجاز بجد شوفي بقى انت لو هتشتري للأسرة بتاعتك كم واحدة كيك من بره فشوفي هتكلفي قد ايه فلا انت افضل ان انت تقومي تعمليها في البيت حتى لو هتكلفي فيها فانت بجد عملت حاجة نظافة وتوفير في نفس الوقت صدقيني عايز اقولك بقى كمان الكيكا دي لما بتحطيها كده في التلاجة وتبرد وتاخد راحتها كده في التلاجة بتطلع حاجة تانية خالص طعم مختلف تماما عمها بتكون لسه مجهزها بجد خطيرة حرفيا طعم الكريم شنطي بتاعي سكره مزبوط الكيكا بتاعتي سكرها مزبوط كمان الفاكهة اللي احنا ضفناها بجد خطيرة اتمنى الفيديو يعجبكم اتمنى الفاكهة اللي احنا ضفناها بجد خطيرة